البداية من الردود على احتجاجات عدن حيث طالب رئيس مجلس القيادة رشاد العليم منح المجلس مزيدا من الوقت لمعالجة الوضع الاقتصادي والأزمات المركبة في البلاد وقال العليم في سلسية تغريدات نشرها على حسابه في تويتر أن المجلس يبذل المزيد من الجهود من أجل الحصول على مساعدات عاجلة من التحالف للتخفيف من الأزمة الرهنة وضف العليم أنه يتبع بألم واهتمام بالاغ الاحتجاجات الشعبية في عدن مؤكدا أن مجلس يبذل كل جهد لاتخاذ ما يمكن وتأتي تغريدات العليم عقب احتجاجات شهدتها عدن ضد انهيار الوضع المعيشي وترد الخدمات وهو أول رد رسمي تجاه هذه الاحتجاجات ترجمة نانسي قنقر